فكان أيضا من فراسة الرجل وعلم الرجل وحسن تكوينه في ملفات ما بين الدينية والسياسية والثقف لا كان الرجل ملما عالما كتب عن الاستشراق وعن السيرة وعن الفقه وعن المرأة وعن الحرب والسلم وقضايا كثيرة وكان له دور سواء في تأسيس دولة سوريا ما بعد الاستقلال والنظام البرلماني ودستير ومؤتمر المواطن الذي عقد في العلاقة مع غير المسلمين والمواطن السوري وكيف يكون والتعامل معه كل هذا ملامح مهمة جدا من تكوين مصطفى السباعي العلام الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله